أكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا إيمينو في موطايبينغ التصنيف المناعي لسرطان الدم اللينفاوي الحاد التصنيف المناعي هو أحد اختبارات الدم المهمة في تشخيص وتصنيف الأورام مثل اللوكيميا واللينفومة ومتابعة فاعلية علاج هذه الأورام وتستخدم عينة الدم التي تم سحبها عن طريق الوريد أو سحب النخاع أو خزعة النخاع العظمي في هذا الاختبار لتشخيص الخلايا السرطانية بوجود أو اختفاء أنتينيجينات أو بروتينات معينة على الخلايا السرطانية في اللوكيميا أو اللينفومة لذلك أصبح التصنيف المناعي عن طريق قياس التدفق الخلوي متعدد القنوات هو الإجراء القياسي المتخذ لتشخيص سرطان الدم اللينفاوي الحاد ومعرفة تصنيفاته الفرعية وذلك من خلال مقارنة الخلايا السرطانية بالخلايا الطبيعية في جهاز المناعة هذا الاختبار يتم فيه فحص الخلايا في عينة من الدم أو نخاع العظام تحت المجهر لمعرفة ما إذا كانت الخلايا السرطانية قد بدأت من الخلايا اللينفاوية B أو الخلايا اللينفاوية التائية T قياس التدفق الخلوي هو طريقة مخبرية تكتشف وجود أو عدم وجود علامات خلايا الدم البيضاء وتسمى هذه العلامات بالمستضدات هذه المستضدات عبارة عن هياكل بروتينية توجد في كرات الدم البيضاء أو داخلها وعادة ما توجد مجموعات محددة من هذه المستضدات في كرات الدم البيضاء أو داخلها وتكون فريدة لأنواع محددة ومراحل نضج الخلايا تنجم اللوكيميا والأورام اللينفاوية عن خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تبدأ في الانقسام دون حسيب ولا رقيب فتصنع نسخاً عديدة من نفسها وهو ما يسمى بالاستنساخ وتنمو هذه الخلايا غير الطبيعية ولا تقاوم هذه الخلايا العدوى أو تؤدي وظائف أخرى مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية ولا تموت أيضاً لذا فهي تتراكم في نخاع العظام أو العقد اللينفاوية أو الأنسجة الأخرى ونظراً لزيادة عدد الخلايا غير الطبيعية في نخاع العظام فإنها قد تزاحم وتثبت إنتاج خلايا الدم البيضاء الطبيعية وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية وفي النهاية قد يتم أيضاً إطلاق خلايا غير طبيعية في الدم مع زيادة عدد الخلايا غير الطبيعية في العقد اللينفاوية قياس التدفق الخلوي هي تقنية لعد وفحص الجسيمات المجهرية مثل الخلايا والكوروموسومات وذلك عن طريق تعليق تلك الجسيمات في تيار من السوائل وتمريرها عبر جهاز كشف إلكتروني تسمح هذه التقنية بإجراء تحليل متعدد العوامل ومتزام للخواص الفيزيائية والكيميائية لما يصل عدده إلى آلاف من الجزيئات في الثانية الواحدة ويستخدم قياس التدفق الخلوي بشكل روتيني في تشخيص الأمراض وخاصة سرطان الدم يستخدم جهاز التدفق الخلوي ليصنف الخلايا باستخدام أجسام مضادة لأنتيجينات الخلية مما يساعد في تشخيص وتصنيف الخلايا السرطانية في اللوكيميا واللينفوما كما يستخدم أيضاً للكشف عن البروتينات المسؤولة عن إرسال الإشارات داخل الخلية والخطوة الأولى من هذا الاختبار هي تثبيت الخلايا باستخدام مادة الفورمالدهايد ليثبت البروتينات المطلوبة الكشف عنها وتأتي الخطوة الثانية باستخدام الميثانول ليسمح بدخول الأجسام المضادة المحملة بالواميض الفلوريسيني إلى داخل الخلية مما يسمح بالكشف عن وجود البروتينات الموجودة على سطح الخلية أو داخل السيتوبلازم أو في النواة مما يسهل التعرف على الخلايا السرطانية النادرة وسط الخلايا الطبيعية عند تدفق الخلايا وسط شعاع الليزر ويقوم الجهاز بتحليل وتصنيف الخلايا بناء على ما تحمله من بروتينات